موسيقى اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع هذا البرنامج الاسبوعي الذي فيه نطلع على قصة الكنيسة قصة الكنيسة الاولى بحسب ما ورد في سفر الاعمال ونحن نتابع تأملاتنا في الرحلة التبشرية السالسة للرسول بولوس كان في افسوس في الاصاح التاسع عشر من هذا السفر المبارك سفر الاعمال يحدثنا عن كيف اسم الرب يسوع المسيح تعظم اثناء خدمته والايات بالتحديد من حداشر الى عشرين وصف البشير لوقة المشهد في افسوس في اصح سبعتاشر في اية سبعتاشر معذرة حيث كانت الخدمة تسمر رغم كل التحديات والمضايقات وفي هذا النص بيكشف لين عن معجزات الهية حقيقية جرت عن يد بولوس واخرى حاول اليهود اجراءها ايه احداشر واثناشر وكان الله يصنع هذه الامور يصنع على يدي بولوس قوات غير المعتادة حتى كان يؤت عن جسده بمناديل او مآذر الى المرضى فتزول عنهم الامراض وتخرج الارواح الشريرة في كورنسوس الرب شجع بولوس برؤية في الليل هنا في افسوس يشجعه بقوات غير معتادة ومعجزات شفاء للمرضى واخراج الشياطين ودي المرة التانية اللي فيها بيسجل البشير لوقة معجزات عن يد الرسول بولوس المرة الاولى لما اخرج روح العرافة من الجارية في فليبي اصحاح 16 وكان وقتها وجه لوجه مع الجارية اما هنا كانت المعجزات تتم عن بعد إذ كانوا يأتون بمناديل او بعض قطع السياب ويمسوا بيها جسد بولوس وبعدين يرجعوا ويضعونها على المرضى فيبرؤون معجزات بهذا الشكل احبائي اقرب لمعجزة نازفة الدم اللي امنت انها تشفى اذا لمست هد بثوب المسيح وكذلك شفاء المرضى عندما كان يخيم عليهم ظل بطرس في اعمال خمسة اما من ناحية بولوس نفسه فقد اعتبر هذه المعجزات علامات مؤكدة لكون رسول وليس اقل من سائر الرسل فيقول في كورونسي التانية الصح 12 وآية 12 هذا القول ان علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات كمان في رسالة رمية الصح 15 وآية 19 بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله حتى ان من اورشاليم وما حولها الى اللير يكون قد اكملتوا التبشير بانجيل المسيح واضح ان لوقة لما ذكر خروج الارواح الشريرة بسبب خدمة الرسول بولوس قصد ان يكتب بالمقرنة مع الذين ادعوا كذبا قدرتهم على اخراج الارواح وده اللي بنقرأ بعد كده انه في قوم اليهود شرعوا ان يسموا على الذين بهم الارواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولوس ماذا حدث في الغالب كان سكاوى هذا ينتمي الى اسرة رئيس الكهنة وبنوه السبعة كانوا ضمن الطوافين المعزمين لو اريت من فضلك صديقي المشاهد في اصحة 19 والايات من 13 الى 20 هتقدر تتابع هذا الحدث وبعدين كانوا بيتجولوا من مدينة الى اخرى ويدعون القدرة على اخراج الارواح الشريرة من اجساد الناس ولما شافوا بولوس بيصنع هذا باسم يسوع قرروا ان هم يستخدموا نفس الاسم يمكن قبل كده كانوا بيستخدموا اسم يهوى او اسماء الملائكة او اسم سليمان لا نعلم بالتحديد وفعلوا هذا مع انسان به روح شرير وكان الروح الشرير قوي جدا في هذا الانسان واستخدم لسان الانسان ليعبر عن افكاره وقال انه يعرف يسوع ويقرب سلطانه على اخراج الارواح الشريرة وكذلك يعرف بولوس فهو خادم ليسوع وعنده هذا السلطان ثم هجم عليهم ذلك الانسان وغلبهم حتى هربوا عرات ومجرحين وبهزيمتهم هذا يقول الكتاب تعظم اسم يسوع هم اساء استخدامه حيث انهم لا يؤمنون به كما تعظم يسوع قبلا في استخدامه بطريقة صحيحة من بولوس وعدد البشير لوقة تأثيرات هذا الحدث الغريب ادرك جميع اليهود واليونانيين ان معجزات بولوس باسم يسوع هي الصحيحة لكن هؤلاء الطوافين والمعزمين دول ادعياء كذبة والتأثير الاخر كان في هؤلاء المعزمين انفسهم لانه منهم عدد كبير امن في ذلك الوقت وبرهنوا عن ايمانهم علنا بشيء رائع جدا حرق الكتب التي كانوا يستعملونها والبشير لوقة يختم هذا الجزء بتقرير رائع في اية 24 انه هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة وهو اعتاد يقدم لنا هذا التقرير بين الحين والاخر كانت كلمة الله تنمو وتزداد بشدة ثم خطة بولس للمستقبل لما كملت هذه الامور وضع بولس في نفسه انه بعد ما يكتاز في مكدونية واخائية يذهب الى اورشاليم قائلا اني بعد ما اصيره هناك ينبغي ان ارى رميا ايضا فارسل الى مكدونية اثنين من الذين كانوا يخدمونه تيموساوس وارسوس ولبس هو زمانا في اسيا خلينا ناخد باننا احبائي من ترتيب هذه الاحداث بعد ثلاث سنوات خدمة في افسوس قرر بولس انه هو يزور مكدونية واخائية وبعد ذلك يذهب الى اورشاليم بشير لواء ما قالناش اسباب هذا الانتقال الى شمال وجنوب اليونان ثم اورشاليم لكن من كتابات اخرى بنعرف ان بولس كان عنده رغبة يجمع تقديمات مادية من كنائس الامم وياخدها معاه الى كنيسة اورشاليم فهو راغب يعمل زيارات سريعة لهذه الاماكن في كنائس الامم في شمال وجنوب اليونان مكدونية واخائية وبعدين يرجع اورشاليم وهو يحمل هذه العطاية ثم كان يتطلع انه بعد اورشاليم كان عنده رغبة انه يزور روما بل وابعد من روما ايضا كان يحلم بزيارة اسبانيا وده اللي كتبوا بعد كده في روميا 15 وده كانت اخر الحدود الغربية للامبراطورية الرومانية في ذلك الوقت فارسل الى فليبي وتسالونيكي دي مقاطعة مكدونية في الشمال ارسل تيموساوس وارستوس وبعد كده طلب من تيموساوس بعد اتمام مأموريته في مكدونية ان يذهب الى كورونسوس في الجنوب لاعداد الكنيسة هناك لزيارة بولس مرة اخرى واستلام عطياهم لاخوة اوريشالين اذا كانت فترة مكوز بولس في افوسوس طويلة وصلت زي ما ذكرنا الى ثلاث سنوات وكانت غنية جدا في كتابة بولس لرسائله شوفنا قبل كده الرسائل اللي كتبها اللي كتبها لما كان في كورونسوس هنا في افوسوس كتب رسالته الاولى الى كورونسوس تقريبا سنة 57 ميلادية وفي نهاية السنة كتب الرسالة التانية لأهل كورونسوس من مكدونية او من فيليبي وكان مهتم في الرسالة الاولى بالعلاقات الكنسية وشؤون الخدمة لكن الرسالة التانية رسالة كورونسوس تانية كتبه هو متألم كان حزيم بسبب الاخبار اللي اسمعها عنهم لانه كثار من المؤمنين رجع رجعوا لسلوكيات الوسانين في هذه الفترة كتب كمان الرسالة الى غلطية كوثيقة دفاعية عن انجيل المسيح المحرر من عبودية النموس زي احكام النموس كالختان وغيره من طقوس وايام واعيات بعد كده في اصحى تسعة عشر واحنا مازلنا في الرحلة التبشرية التالتة من آية تلاتة وعشرين بنشوف كده انه حدث شغب في افاسوس واللي حدث في افاسوس هذا الشغب اقرب ما يكون لللي حدث في فيليبي في اصحى تسعة عشر في ليبي لما بولوس اخرج الروح الشرير من الجالية موليها اقاموا وامسكوا بولوس وسيلة وضربوهم واشتكوهم للحكام حتى وضعوهم في السجن كامر اينا من قبل في افاسوس حدث شغب ضد بولوس ورفقائه من جماعة الصياغ وصناع التماثيل لان مكاسبهم تأثرت كثيرا بكرازة بولوس وهنا بنحاول نجيب على تلات اسيلة في عجالة سريعة السؤال الاول لماذا الشغب الايات من 23 ل27 بيقول لنا سفر الاعمال السبب وراه هذا الشغب حدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق لان انسانا اسمه ديمتريوس صانع صائغ وصانع حياكل فضة لارتميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل فجمعهم والفعلة في مثل ذلك العمل وقال ايها الرجال انتم تعلمون ان سعتنا انما هي من هذه الصناعة وانتم تنظرون وتسمعون انه ليس من افسس فقط بل من جميع سية تقريبا استمالة وازاغ بولوس هذا جمعا كثيرا قائلا ان التي تصنع بالاياد ليست الهة فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من ان يحصل اهانة بل ايضا هيك الارتميس الاله العظيمة ان يحسب لا شيء وان سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع اسية والمسكونة يبقى في الوقت اللي في بولوس كان بيستعد للرحيل من افسس حدث هذا الشغل المدينة مدينة تجارية زي ما قلنا قبل كده متعددة الثقافات ويقصر فيها مراكز السحر والشعوزة لكن شهرتها زادت بوجود هيكل ارتميس او ديانة وكان يعتبر واحد من عجائب الدنيا السبع كان الهيكل عبارة عن تحفة معمارية معروفة وليه قدسيته الكبيرة عند الافاسوسيين ومدن اخرى كثيرة في اسيا تفرغ بعض الصناع لعمل نمازج لهذا الهيكل من الفضة او مواد اخرى وطبعا بيبيعوها لاهل المدينة او زوار المدينة واصبحت هذه العملية تجارة تجارة كبيرة جدا ونكحة جدا وبتقدم نوع من العبادة لارتميس طبعا بكرازة بولوس والفريق اللي معاه الناس اتعرفت على الاله الحقيقي وتخلوا شيئا فشيئا عن عبادة ارتميس وبالتالي قلت المبيعات مبيعات هذه الالهة التجارة بهذه الالهة صارت ضعيفة جدا وهنا ظهر ديمتريوس واحد من كبار هؤلاء الصاغة والصناعة وجامع شراكاءه في هذه المهنة ولم يكتفي بالاشارة الان تجارتهم ودخلهم المالي قد ضعف كثيرا جدا لكن كمان هيك الارتميس في خطر وقال ما معناه انه قد يأتي يوم ويكون لا شيء واضغر غيرته على مجد الالهة العظيم ارتميس او ديانة وكانت هذه الاسباب التلاتة كافية لتهييج هؤلاء الصناعة هذا هو السبب الحقيقي للشغب الذي حدث في افاسوس طب ايه اللي حصل مع بولوس ورفقاء بسبب هذا الشغب ده اللي بنقرأ في الايات من 28 الى 34 لما سمعوا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين عظيمة هي ارتميس الافاسوسيين فامتلأت المدينة كلها اضطرابا واندفعوا بنفس واحدة الى المشهد خاطفين معهم غايس وارسترخس المكدونيين رفيقي بولوس في الصفر ولما كان بولوس يريد ان يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ واناس من وجوه اسية كانوا اصدقاء ارسلوا يطلبون اليه ان لا يسلم نفسه الى المشهد وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء اخر لان المحفل كان مضطربا واكثرهم لا يدرون لاي شيء كانوا قد اجتمعوا فاكتذبوا اسكندر من الجمع وكان اليهود يدفعونه فاشار اسكندر بيده يريد ان يحتج للشعب فلما عرفوا انه يهودي صار صوت واحد من الجميع الصارخين نحو مدة ساعتين عظيمة هي ارطاميس الافسوسيين عظيمة هي ارطاميس الافسوسيين ديمتريوس قدم دعوة زي ما قلنا للتجار وصناع التماثيل تجاوبوا مع الدعوة وترجموا تجاوبهم بمظاهرة ضخمة في الغالب في شارع المدينة الرئيسي ومنه الى مصرح المدينة المفتوح اللي بتقدر سعته بخمسة وعشرين الف نسمة والجموع تصرخ لمدة ساعتين عظيمة هي ارطاميس الافسوسيين وتم القبض على غايوس الدربي وعلى ارسترخس من تسالونيقي والمرجح ان لوقة استقم علوماته عن هذا الحدث من هذين الاخين او من واحد منهم واضح انهم لم يتمكنوا من القبض على بولس مع انه في رأي ديمتريوس وشركاه بولس هو من استمال وازاغ جمعا كثيرا قائلا ان التي تصنع بالايات ليست الها لكن لما عرف بولس بالقبض على رفيقاي لم يحتمل ان يظل بعيدا وفكر جديا ان هو يواجه الجماهير لكن التلميذ في افسوس منعوه من ذلك وكذلك بعض القيادات المعروفة في المجتمع كانوا اصدقاء بولس ارسلوا له حتى لا يذهب الى الجماهير خوفا عليه الحقيقة كانت المظاهرة الشديدة لدرجة ان انضم اليها كثيرون دون ان يعرفوا سببا لذلك فقط كانوا يشاركون في الوتاف عظيمة هي ارطاميس الافاسوسيين ويبدو ان الجالية اليهودية في افسوس ارادت ان تبعد عن هذه التهم عنها علشان كده دفع اسكندر كي يتحدث للجماهير الغاضبة ماذا حدث ماذا فعل اسكندر وما هي نتيجة هذه المظاهر الضخمة ده اللي هنشوفه في بقية النص احباي لكن واضح هنا في صراع وتحدي بين الاله الحي الحقيقي الذي ينادي به بولوس وبين هذه الالهة او هذه الهياكل او ارطاميص او ديانة التي يتعبد لها الافاسوسيين ويهتم بهذه العبادة الصاغة وصناع هذه التمثيل ترى لمن النصرة لمن الغالبة انا متأكد ان احنا عارفين النهاية لكن الحقيقة لما بنقرأ النص بنشوف قده روعة انجيل المسيح مفيش قوة في الوجود مفيش سلطة في الوجود مفيش اي اله اخر كاذب يستطيع ان يقف امام الاله الحي الحقيقي ويسوع المسيح المرسل منه دي رسالتنا وليش هدتنا وده الانجيل اللي احنا قابلنا وايضا ننادي به ونكمل حدثنا بمشيئة الرب في الاسبوع القادم في مثل هذا الموعد والرب معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة